وما تكمل أجواءنا الشتوية إلا بالشوي ولمة الحبايب تعالوا نتعلم مع بعض طريقة تتبيل الدجاج للشوي فضيعة وراح تشكروني عليها الكمية هنا مضاعفة إذا كانت كمية الدجاج عندكم أقل قللوا الكمية وسر التتبيلة وجمالها أن الليمون ينحط بقشرة وأضيف عليه بقية البهارات والخل والزيت وراح أكتب لكم المقادير إن شاء الله في نهاية الفيديو أخلط التتبيلة كويس في الخلاط وبعدين أفتح صدور الدجاج بهذا الشكل أسوي فيها شقوق يعني وبعدين أتبلها ولا تسوون زيه ضيفوا الملح في البداية أنا نسيته أضفته في هذا المرحلة وكمان نسيت مكون ثاني اللي هو الثوم المفروض تنحط في البداية مع التتبيلة وزي ما قلت لكم كمية التتبيلة كبيرة لأن عندي تقريبا حوالي خمس دجاجات أحاول أن يأفرق التتبيلة من كل الجهات وبالنسبة للأفخاذ نقصها بهذا الشكل وبرضه نتبلها مصبوط من كل مكان ونحاول ندخل التتبيلة في الشقوق زي ما أنتوا شايفين وهنا قاعد أوريكم أني نسيت الثوم بس ما هي مشكلة وأضفته على الدجاج والتتبيلة وقلبتم كويس وهذا شكل الدجاج بعد ما تبلته نتركه في التتبيلة تقريبا من 4 إلى 6 ساعات ونشوي على الجمر بالطريقة الاعتيادية لا تنسوني من دعمكم باللايك وبالعافية